موسيقى يا مساء الفل والخير والسعادة على حضرتكو حلقة جديدة من الستاتيات ما عرفوش جديد وإن شاء الله حلقة متميزة وكل يوم عندنا جديد بس خلوني أمسي على زميلتي الجميلة إيمان عز الدين يا مساء الفل والورد والياسمين على عيونك الحلوة يا مونة ده نورك وكل حبيبنا اللي بيتابعونا من كل مكان في العالم من كل مكان على سطح الكوكب النهاردة إحنا الحمد لله مشاهدين موجودين في العالم كله على قد ده ما بيساعدنا على قد ما بيحملنا طول الوقت مسؤولية كبيرة بنتمنى وبنطلب من ربنا دايما إن شاء الله نحن نكون قدها يومكو هادي ونادي ونبتدي حلقتنا النهاردة في الستاتيات ما عرفوش جديد إن شاء الله نتمنى فعلا تنال إعجاب حضراتكو لأن في مجهود معمول وتحضير جامد جدا خلينا نبدأ أول أخبارنا النهاردة ونبخبر يهم كل البيوت اللي عندها طلبة في السنوية العامة وزارة التربية والتعليم أعلنت موعد امتحانات السنوية العامة وقالت إن الامتحانات هتبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك إن شاء الله وده هيكون يوم الاثنين الموافق 10-6-20-24 علشان يكون فيه فرصة للطلاب لأنهم يرجعوا المواد اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر اللي هتنطلق يوم السبت الموافق 23-6 22-6 يعني الامتحانات الأساسية 22-6-24 كمان الوزارة هتعقد اجتماع مع اتحاد طلاب مصر المناقشة جدوى الامتحانات شهادة السنوية العامة قبل الإعلان عنه وبعدها هيتم الإعلان عن جدوى الامتحانات إن شاء الله قريبا يعني كمان قالت الوزارة إن الامتحانات السنة دي هتكون بنفس المواصفات الفنية الامتحانات السنة اللي فاتت من حيث شكل الأسئلة عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة دراسية والدرجات المخصصة ليها مع مراعاة طبعا قواعد الصياغة الفنية للأسئلة بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قبلة للتأويل ربنا يبارك يا رب وإن شاء الله نتمنى لولادنا يا إيمان بنجاح والتوفيق إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أنتوا عليكم السعي والنتائج على ربنا سبحانه وتعالى وسبحان الله أنه ربنا بيقرر المشوار والخطة بحكمة شديدة جدا أنتوا بس تعملوا لعليكم ده دوركم والباقي خلاص ده حاجة بقى راجعة لدعوة الأم والأب في البيت اللي تعموا معاكم طول السنة ورجعة لتقدير ربنا سبحانه وتعالى بس أنا عايز أقول حاجة الإيجابي جدا في الموضوع ده يا مونة إنه زمان حتى على أيام نحن كانت الوزارة هي اللي بتقرر كانوا الأساد زي هما اللي بيقرروا اللي امتحانات هتبقى إمتى هتحتوي على إيه المراجعة قد إيه الكلام ده كله النهاردة لما نجيب الطلبة نفسهم من خلال اتحاد طلاب الثانوية العامة هما الشباب نفسهم إلا هيمتحنوا نسألهم أنتوا محتاجين إيه عايزين وقت قد إيه بين الامتحانات عايزين الامتحان شكله إيه عايزين وعايزين فالطلبة نفسهم هما اللي بيختاروا السف بتاعهم هما اللي بيختاروا الخطة هتمشي إزاي ده حقيقي حلو وده منتهى الديمقراطية ومنتهى التفاهم والتعاون ما بين الوزارة وما بين الطالب يعني مثلا عايزين ما بين الفيزيا والكيميا كم يوم محتاجين قبل الأحياء كم يوم طلبة الأدب برضو نفس الحكاية لأنه الفلسفة مثلا وعلم النفس بتحتاج ساعات مذاكرة كتير فبيبقى امتحنين ورا بعض بيلحقوش الولاد يرجعوا فالطلبة نفسهم هما اللي حطوا لنفسهم النظام اللي هيمشوا عليه وأعتقد أن دي خاصة غير الحوار ده أنا شايفة فيه ديمقراطية مع الأهالي كمان اللي عاملين جروبات أو بيشتكوا من حاجة الوزارة بتاخد في اعتبارها كل الشكاوى دي وبتحاول تصلح لو في حاجة مضايقاهم في المناهج أو في طريقة الامتحان فنتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله كلمينا بقى عن الأوكازيون بقى الأوكازيون امتد يا ستي أيها ده لعيون الناس الجميلة الأوكازيون الشتوي امتد أسبوعين زيادة أيها ده اللي أعلنته بالفعل وزارة التموين إنه هيتم مد فترة التصفية المسلمية الأولى للأوكازيون الشتوي عشرين أربعة وعشرين لمدة أسبوعين إضافيين وكمان المفروض إنه هينتهي في واحد وعشرين مارس بدل من خمسة مارس اللي جاي الوزارة أكدت إن عدد المحلات اللي شاركت في الأوكازيون وصلت 3000 محل متنوع ما بين ملابس مصنوعات جلدية أدوات منزلية وغيرها من أي منتج ممكن إنه هو يهم المستهلك والوزارة كمان قالت إن الهدف من مد الأوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية استفادة المواطن من التخفيضات الحقيقية المتبعة المترقبة اللي موجودة طول الوقت مش تصفيات وهمية ومش أكازيونات وهمية زي زمان في أزمنا سابقا كان بيحصل الكلام ده يحط لك رقم مبالغ فيه ويشطب عليه ويكتب لك الرقم الفعلي لا الكلام ده غير قابل إنه هو يحصل النهاردة لأنه التاجر نفسه عنده رقابة ذاتية على نفسه عارف إنه هو من ضمن منظومة مش متساب كده عارف إنه فيه جهاز حماية المستهلك عارف إنه المواطن نفسه يقدر إنه هو يتسبب له في مشكلة كبيرة بتوصل غرامتها الملايين الجنيات يعني هيخسر كل حاجة لو فكر يخرج برا ناس المواطن نفسه هو ده اللي احنا بنعاول عليه إنه مش كل التجار يعني معظمهم طبعا بيراعوا ربنا لكن فيه ناس بتخرج عن القواعد لو عارفوا يعني يستغفلوا بمعنى صح كده سوري لللفز يعني اللي بيشتري كمان الأوكازيون نلاحظين إنه هو هيبقى في رمضان يعني إن شاء الله اللي عايز يجيب هدية عيد الأم يبقى في الأوكازيون يجيبها قبليها كمان اللي عايز يجيب حكة العيد هيبقى في الأوكازيون برضو يعني خادم عيد الأم ورمضان والعيد وكل حاجة مع بعضها إن شاء الله خلينا بقى نقول مسلسلات رمضان يعني الإعلانات الخاصة بمسلسلات رمضان بتوضح شوية ملامح لكل شخصية من الشخصيات وإيمان بقى هتبدأ معنا طبعا هنا هنتكلم شوية عن شخصية الأب اللي بيكون لازم يربي ولاده بعد وفاة الأم والنموذج ده موجود كتير جدا في المجتمع وده اللي هنشوفه من خلال الفنان خالد النبوي اللي النهاردة جاي بشكل جديد ومقدم نفسه بصورة جديدة خالص جميلة جدا في مسلسل إمبراطورية مين هيتعرض المسلسل على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بس يا تارى فعلا إزاي ممكن الأب يربي الولاد لوحده في غياب الأم بتبقى مسؤولية كبيرة جدا عليه الخبراء قالوا شوية نصايح ممكن إحنا نستفيد منها زي مثلا إنه الأب يحاول طول الوقت إنه هو يكون عنده وقت للولاد حتى لو كان مشغول خلاص الأمر ما يسلمش إحنا ما عندوش اختيارات لأنه الدور اللي كانت بتلعبه الأم هو كده هيطلع بمنظرين فمضطر إنه هو يشتغل ومضطر إنه هو يفضي وقت إنه هو يتكلم مع الولاد يسمع منهم إنه هو يحتويهم كمان الويك أند لازم يكون حاجة مقدسة يوم الأجازة بالنسبة له وبالنسبة للولاد يحاول ينسق بينهم حتى لو عنده اجتماع حتى لو عنده أي حاجة لا الولاد أهم لأنه ساعات لما بنكبر بنندم على الأوقات الحلوة اللي إحنا ضيعناها وما استثمرناهاش في إن إحنا ناخد ولادنا في حضننا أو نتكلم معاهم أو نحتويهم أو نقضي معاهم وقت جميل فهنا الأب ده الله يكون فعونه لأنه إمكانياته وقدراته لربنا خلقوا عليها مش هتسعفه قوي وخصوصا في الفترة اللي في الأول لكن مع الوقت كله بيجي وهيقدر إن شاء الله أنا عايزة أعلق على يطلع بمنظرين دي يعني كتير قوي الأم طول الحياة يعني الأمهات السنجل مادر واللي بيربه بعد لو أبوه متوفق أو اتطلقت بتبقى طلع بمنظرين أنا عارفاها إن هو يطلع عارفاها عارفنا كلنا الحقيقة ففكرة إن الأب بيطلع بمنظرين أعجبني التعبير بتاع إيمان إن هو بيشيل كل حاجة يبقى أب وأم الحقيقة وبيفكر في حاجات كتيرة يعني على فكرة أنا عندي شوق إن أنا شوف أحداث المسلسل إن شاء الله وطبعا خالد النبوي هيتقلق فيه بإذن الله الموضوع بيبقى صعب يا مونة حكاية وفاة الأم يعني بيقولوها بالنسبة للولاد يعني اللي من غير أم حاله يغم وبيقولوها دايما حتى الناس البسطة بيقولك إيه الستة هي نجفة البيت فلما نجفة تضلم بتضلم على كل ويمكن أنا شفت الحيرة الشديدة وحالة التوتر وعدم التوازن اللي كان فيها أبوي الله يرحمه لما أمي الله يرحمها اتوفت من حاجة وثلاثين سنة بيبقى صعب كان مش عارف يعمل إيه سبت له تلات ولاد ومش عارف يعمل بهم إيه وعنده شغل ومش عارف يوازن أنا شفت ده وشفت الحيرة الشديدة اللي هو كان فيها لدرجة إنه الله يرحمه أخذ قرار في لحظة من اللحظات سب شغله أحد خلوا بالكم اللي عنده زوجة يحافظ عليها واللي عنده أم يحافظ عليها زي من مثل بيقول دايما وإمام تقول أمثلة البيت اللي من غير أم حاله يغم صحيح فيعني بص لقي العيلة فشانة الأب بيحاول يعني يجيب بديل أو يتجوز ما بيعرفش لو كان بيحبها كمان ومخلص يعني حتى لو بيحبها ويتجوز مش معناه مش مخلص لكن فكرة إنه هو يقوم البيت ويلعب بالمنظرين يعني يقوم بالدورين دي بتبقى صعبة جدا صحيح طيب في مثل كده بقى شهير ومش عارفة هنطفق أنا وإيمان فيه ولا لا المسأل بيقول الكتب ملوش رجلين إزاي الست أو الراجل كل واحد فينا يعرف إن اللي قدامه ده بيحور عليه في الكلام بمعنى اللفظ ده كده يعني أو بيلفه ويدور أو أي حاجة في دماغه وخلينا متفقين إن إحساس الست بيكون عالي جدا وبالتالي هتقدر تكشف الكتب من أول لحظة وتاني حاجة إن يعني الرجالة والستات عليهم إشارات لو حد بيجذب يعني فيه إشارات جسدية يقولوا بادي لانجوش بتاعه فضحته هتبين للطرف التاني إذا كان بيجذب أو بيحور زي مثلا نظرة العين بيحاول يهرب بعنيه دي الحاجات اللي هو العلماء على المهنة يحط إيده في جيبه يعمل كده في منخير ما يركزش معاه يبقى قاعد بجسمه كده مش عايز يواجه كل الحاجات دي جميلة بس مش عارفة إيمان تتطفق معاه إنه بكتب لي رجلين وقدين وكل لي حاجات كبيرة جدا جدا كان زمان ده أيام الستات اللي هي الساسجة يعني اللي هي اللي كانت علانياتها خلينا نقول أو الستات البسيطة والرجال بقى ليها طرق وطبعا الرجالة وبعدين قعدت الرجالة مع بعض هم بيبتدوا أن هم ياخدوا نصايح من بعض يعني حتى لو كان واحد فيهم بيتمسك كذا مرة فلأ الزميل وصحابه هيوععوه كريم عبدالعزيز عملها نادي رجال السري هم بيوععوا بعض بس هي الفكرة إيه يعني ما تبقاش كدب وغبي ليه بقى يعني إن كنت كدوبا كنت ذكورا ليه لأن الست عندها طريقة والست اللي هي بنصحة شويتين هي هتسألك دلوقتي هترد هتفوت يومين 13 وهتيجي تسألك نفس السؤال تاني هتقوم مجاوب إجابة تانية خلاص خلصت ده نمرة واحد نمرة اتنين هتسألك وهي بصة في عينك هتبتدي تشغل حواسها بقى يعني هي بصة عليك وانت بترد فشافت العينين عملت لف زي النحلة في القوضة كلها وانت مش عايز تبصلها كذاب هتقوم مسكة إيدك هتحس فيه رعشة بسيطة بتحصل في الإيد طيب هتبتدي تشمشم حصت فيه لون حصت فيه ريحة برفان حريمي في العربية انت كنت جاي هتعرف فهي بتستخدم حواسها كلها عشان تعرف اذا كنت بتجذب عليها ولا لا او فيه ساعات بقى بطول العشرة انت بيبقى لك مصطلحات معينة الحكاية وبعد ما تخلص تقولها ايه بس كده هو ده اللي حصل فهي عرفت ان الكلمة دي بتتقال لما بتكون بتجذب هي ربطت خلاص او صدقيني ايه الطلبات الغريبة دي انت موفقين ده طلب غريب جدا الكلام ده كان زمان يا جماعة لما كانت الست سازجة الست أمينة اللي قاعدة كده يعني لكن برضو عايز اقول الراجل كمان زهية عندها زكاء وحركات بتفهمها زي ايمان بتقول لكن هو كمان لو شايف نفسه برا الهدايا تشتغل المصروفات تزيد شوية التبطبة الكلام الحلو يقدر يجيب ناس تساعدهم ويقول يا حبيبتي عايزة تسافري يلا يا روح انا هتفعلك التذكرة يلا يا حبيبتي عايزة تروحي عند ماما خدش ليله وروحي عند ماما يا حبيبة قلب كل ما رياحك كده اعرفي بقى هي دي لكن لا انت هتهروشي بقى فكرة ان هو بيعمل كده في منخيره او حطي ايده في جيبه ولا عينيت رعش ولا اديت رعش اديت رعش بردان بردان هيشغل التكييف عادي يعني كل الحركات دي يا ايمان قدمت مع الحاجات الجديدة والسوشيال ميديا والفتن اللي فيها الراجل برضو كل ما يفتح موبايله لا واحدة بتكلمه واحدة بت يعني فكرة برضو ان هو مفتون حوالي من كل حتة فهو بيبدع كمان في الاساليب ويمكن فيه نادي رجال السيري 2 يعرفنا ايه المستحدثات الجديد بقى بعد الديجيتل ميديا وما بعد السوشيال ميديا وتطورها الرهيب اصلا وممكن بمنطقة البساطة حتى لو تصور في مكانها يقولها مش هانا ده الذكاء الاصطناعي بالزبط ده حد عامل الصورة اه هندخل في مهويل ملهاش لازم بس يصدقيني الراجل في ارتباكه في اللحظة دي لما بيكون عامل عاملة عامل زي الطفل الصغير بالزبط عارفة الطفل اللي يرتبك قدامه وابتدي يبص بجنب عينو كده انا مش موفقكي على طرف هو طفل كبير ولا طفل كبير ولا بتاع تعرف في رجل مرة قالي كلمة غريبة قوي بيقولي بصي هم الرجالة كلهم لازم هتبص هتلاقيهم ايه ما بص برا او عامل حيات وكلم حد او ده هو بس الفرق ما بين رجل اتقفش واحد تاني لا لسه لا والله العزيم انه انا شفت رجالة محترمة اطبعا لا فيه باختياره بس قليل ومهما كان قليل او ده رجل والرجال قليل ويعني هو لو بصي مش محترم هو محترم بس يعني قول خليك سريع دهني خبر اه واجه قول اه اه لو مركز في الموبايل قوي في الايباد وبتعمل ايه وارتبك يعني بس انا مش مع التتبع يعني اللي بيقول لنا الكلام ده راجل طبعا بس انا مش هسمع كلامه ما تسمعيش كلام حد ما تتتبعيش احساسك لو هو بيحبك وبيديكي وبيسندك وبيتحس ان هو سند وحسها معاه بالامان عديله حاجة عديله وعديها عديها ليلة بس يا مونة انا فيه مرة واحدة زعلتني قوي بصراحة والمفروض ان انا هي متخيلة نظريا انا هقف معها لان انا صاحبتي بس الاول مرة قلت له انا اختلف معاك وهو قولك انت تستهلي لو اعمله فيك اكتشفت انه اتجوز وخلي في اتنين وهي ولا هي هنا انتي كنتي فين وما كنتيش متابعة ازاي واستنيتي كل ده ما حستيش باي تغير ما هو مش معقول يكون هو عنده مواهب فزة يعني تخليها بكل ده انتي مقصرة 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 عندنا ايه ايماني النهاردة عندنا النهاردة بعد الفاصل مباشرة عندنا فقرة عن اعمال الخير في جماعية البر والتقوى المصرية ضفنا فيها يكون دكتور يسري عزام امام وخطيب جامع عمر بن العاص هتكون مع مونة عبدالغاني تاني فقرة هتنكلم عن التغذية في شهر رمضان والكريم وهيكون معانا في الفقرة دي دكتور ماجد نزي استشاري التطقيف الغذائي وثالت فقراتنا عندنا في فقرة في المطبخ مع الشاف محمود سعد النهاردة معانا الفود بلوجر لأول مرة على الشاشات اباضة في مطبخ الستات مع شاف محمود سعد بصوا وانا مش عارفهم ما يعملوا النهاردة فخليها مفاجأة لان واضح ان الفقرة الاخيرة دي ضرب نار هنروح لفاصل ونرجع نكامل اسمحونا نطلع فاصل ونرجع تكامل لسا مكملين حلقتنا والسفتات معرفوش يكذبوا دخلين على شهر رمضان يا رب يعيدوا علينا بخير وشهر الخير والبركة والكرم عايزين نقول انه الصيام صحي ده مؤكد في كل الثقافات وفي كل الأديان للبشرية عموما سواء صيام رمضان او اي نوع صيام لكن الصحي كمان هو الفطار السليم والسحور السليم يعني ان احنا بنعوض جسمنا عن كل اللي احنا فقدناه على مدار ساعات الصيام طيب تعويض جسمنا ده يجي ازاي يعني نديله ايه هي العناصر الغذائية اللي احنا بنفقدها عشان نقدر نشوفها نعوضها ازاي ايه اللي احنا محتاجينه من غير زيادة ولا نقصان ودي جملة مهمة هنتكلم عن ايه هو الروتين الامثل او التغذية السليمة في الشهر الكريم فكار كتير هنتكلم فيها من خلال اسئلة حضراتكم اللي جات لنا هنعرفها من خلال ضفنا الكريم اللي بنوارنا في استوديو دكتور ماجدي نزيه استشاري التدقيف والاعلام الغذائي اهلا وسهلا اهلا بحضيك شكل جدا اهلا بحضيك وقبل ما نقول ناكل ايه ونشرب ايه في الافطار نتكلم عن فوائد الصيام ونفكر الناس تاني هو بيعمل ايه في الجسم واحتياجنا لكم لا الصيام من اروع ما يكون والدراسات الاخيرة اللي تناولت هذا الموضوع في مختلف بقاع العالم سواء دول هربية او شرقية او شمالية وضحت ان عملية الصيام الدقيق ايجابية وخلينا نقول في نموذج بسيط كمثال انا ما بصوم اللي بيحصل ان هرمون الانسولين ما بيتكونش هرمون الانسولين من ضمن وظيفه وظيفه كتير اما ما بيطلعش اما من ضمن وظيفه انه بيجمع الدهون فما هو ما بيطلعش انا عايش بتنفس وقلبي بيدق وبتحرك في فترة الصيام فبيضطر يطلع الهرمون المقابل لي وهو هرمون الجلوكاجون اللي من وظيفه يفكك الدهون ولذلك دي افضل طريقة نقص وزن الصيام وعشان كده كان طلع عليها كلمة الصيام المتقطع صحي للغاية بس طبعا مش زي ما بيقال لانه لازم بيتفصل مين ياخده ازاي فقصة الصيام في حديثات اي ايجابية ده نمر واحد ده هنجيله بس اول حاجة يحرق الدهون اه طبعا لانه بيطلع هرمون الجلوكاجون نمر اتنين ودي نقطة مهمة جدا كتير من الخلايا غير المرغوب فيها بتعتبر بتقعد وقت طويل من غير تغذية في حالة الصيام ففي الحالة دي انا بقدر اتخلص منها اللي نقدر نقول الموضوع ابن عم الخلايا السرطانية فيه الشوارد صحي زي الشوارد الخارج اه بالزبط يعني فيه اجسام بتبقى موجودة او خلايا غير مرغوب فيها في الجسم ممكن هي تؤدي الامراض كتيرة طبعا من ضمنها طبعا افصالة رامب انواعها دي بتتغذي زينا بالزبط من الغذاء بتاعنا فلما نمنع عنها الاكلة هي بيكون اضعف من الخلايا الطبيعية فاجب سبحان الله بحجمة ربنا في الصيام طبعا نحب بس نقول ان احنا لايخ يا ايمان كمان جمهورنا عشان اللي عايز يسأل دكتور ماجد النزي بيستنوا اليوم اللي بيجي فيه ربنا يكمل احنا معاكوا بالاسئلة ان شاء الله من زوء حضرائكم طيب احنا بنتكلم على انه الصيام عموما كل انماط واشكال وانواع الصيام سواء الصيام رمضان بنسبالنا احنا كمسلمين او الصيام المتقطع اللي فعلا اثبت انه كفاءة كبيرة جدا في عملية تخفيض الوزن ويمكن انا من الناس اللي بتتابعوا برضو بشرط انه يتفصل على الفرض لان الحالة الفيسيولوجية السن الطول نمط الحياة اليومي بيختلف على ضوءها طبعا على ضوءها بيتحط النظام المتقطع هنا بقى الدكتور اللي بيفصل لكن سيام رمضان احنا كده ده هيوخز على وضعه على اي حد ممكن الا طبعا اذا الطبيب قال احنا هنا قلنا جملة من شوية انه ايه اللي بينقص جسمنا اثناء فترة الصيام وضروري ان احنا نعواده اول ما نفتر يعني اول حاجة تنزل بطننا بعد ما هنفتر ايه اول حاجة وايه تاني حاجة وايه تلت حاجة بالترتيب كم السؤال رائع اشكر حضرتك عليه خليني اعتبر ان حضرتك تفضلتي وقلتلي اليوم الرمضاني غزاءه عبارة عن ايه اربع وجبات وليس وجبتين فطار تمهيدي وهو يعقب المغرب مباشرة زي يومنا العادي لا ده ده هيبقى قصر على نوعين السوائل وهو ده اجابة سؤال حضرتك بعدها بنص ساعة ايه اللي عايز بقى يقوم يصلي يقوم يحضر يكمل بقية تحضير الفطار اللي يعمل اللي يعمله بعدها الوجبة التانية الفطار الرئيسي ودي ميزة الفطار التمهيدي انه ما بيدخلنيش على الفطار الرئيسي بنهم لاني بكون كسار تحديد الجوع ايه السوائل دي بقى اللي مش هتقوم الكوليسترول جميل نوعين لا ده نغطول فترة الصيام الكوليسترول مش طقلع فما عادش عندي مشكلة اول وجبة اللي هي الفطار التمهيدي تبقى خاصرة على نوعين السوائل السائل السكري وده يعتمد انا مين طولي ايه وزني ايه سني ايه حركتي ايه يعني انا عجوز زي حالتي كده يبقى شعور بخافي اه سائل عصير كاركد شوية كاركد ايه شوية عصير امردين خفاف شوية حاجات بسيطة انما بقى واحد شاب وزي حضراتكو شاب صغيرين خدوا خشاب بقى وخدوا اللي انتو عايزينه واللي عرقشوس عادي براحب مفيش مشكلة مفيش مشكلة طالما الضغط مش عالي بالضبط كده فان نوع الحساء الثاني السائل الثاني هو الحساء الدافي وبرضه تعتمد انا بقى الكلمين ايه كبار سن نشاط اداري مكتبي ما بيتحركوش يبقى شربة خفيفة شربة خضروات شربة كروم شربة لعم اي شربة انما الصغير السن بقى شربة بالكريمة وشيف محمود ساعدي يقدر يصنف لنا عصنافه واشكاله الواقع كثيرة من الشهور نيجي الوجبة الفطور الرئيسي قبل ما نيجي للفطور ناخد سؤال طيب بيسألوا عن الامساك يعني نوجا محمد بتقول علاج الامساك المزمن يا دكتور حد برضو ممسك وحيفطر ازاي في رمضان او اعمل ايه الامساك بشرط انه ما يكونش معرضيه يعني ما يكونش متشخص يعني لازم متشخص الاول ما يكونش متشخص انه هو نوع من انواع حساسية غزائية زي الجماعة اللي عندهم حسيه جلوتين ممكن عندهم اضطراب قولوني فضيع ممكن يكون بعض مشاكل ضعف في عضلات القولونات او 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 لازم يكون متشخص انه سليم ابسط علاج لي انه باجي بالليل باخد جرعة الياف محترمة واللي يهمني فيها الياف البقول والحبوب الياف الحبوب زي اشرة الام يعني العيش البلدي حالي والياف البقول اللي هي بقول بقى سواء فول او عدسة او حمص او 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 الالياف دي بتستنى معايا مقتزنة الماء لحد ما بتوصل للقولونات يعني لو شايدين اشرة الفول ما يبقاش فيها الياف لا حضيك الجوة الفولة نفسها فيها الياف حالي جدا حتى لو الاشرة متشالة طبعا نرجع تاني طبعا نتيجة كمان قلة شرب الماء اثناء فترات السيام برضو ده بيأثر في موضوع الامساك طبعا 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 اذا احنا قلنا دلوقتي عندنا الفطور التمهيدي اللي هو عبارة عن عصير حسب السن وحسب الفروض بالزبط زي الحساء الدافئ بالزبط الوجبة التانية ايه واجبة الفطور الرئيسي واجبة الفطور الرئيسي انا بقدر اخدها ثلاثية الابعاد المضبوطة زي سؤال الدكتورة مولا ايه الاكل الصح لازم اكلتي يكون متركبة كده فيها نشأ اي نوع نشأ عيش او رزة او مكارونا او عجقين وده لازم مش اختلاق ده اساسي من غير النشويات المخ والكبد يبقى انا اكحفتهم ضيعتوا حقوقهم بس رغيف مش طولة عيش صحيح اربع من خمس معلق رز مش نص حلق وهكذا النوع التاني البروتين وفي الحالة دي انا ما باكلش بقى صدر وزة والحاجات اللي هنا بنسمع عنها دي لا انا خلاص انا حدة الجوع اتكسلت فباخد نوع البروتين المقبول بتاعي حسب المتاحة عن دي في لحوم او دواجن او اسماك او بخول اللي موجود او بيض او قلبان ومنتجات اي حاجة ثم الطبق الثالث اللي عادة من الممكن يكون موجود على الصفرة ولا مكان له في المعدة اللي هو طبق الصلطة الخضرة خمسية الالوان كده النصيح نحن نبتدي به طبعا لان على بال ما بيجي الضور عليه بيكون قريدي المعدة بقت فل ودي مشكلة كبيرة طبق الكبير اللي بيتساب ده في العزيزة بيتساب باستمرار ونيجي نقول طبق كل يوم بيترمي فحرام عشان كده زي ما حضريك تفضلتي أبدأ به وبعدها أكل الاثنين التانين هو ده الصح وفي الحالة دي أنا واخد فطور تمهيدي من نص ساعة يبقى أنا مش هخش بنهم فأقدر أكل النسب والنوعيات والأحجام مقبولة هذه تاني وجبة من الأربعة تمام الوجبة التالتة هي وجبة بينية يتوسط زمنها ما بين وجبة الفطور الرئيسي ووجبة الصحور وهذه الوجبة المفروض تكون فاكهة طازجة أي نوع بحجم قبضة اليد أي يعني برطواني وبرطواني بحجم قبضة اليد جوافة نفسك بس هو هكذا طب والله عايز يكون حاجة حلوة خلاص يبقى بنقول مجاراة للعادة هيبقى يوم بالتناوب يوم فاكهة طازجة ويوم حلوات شرعية واما يجي يقول حلوات شرعية برضو أنا مين كبير سن زي حلاتي إداري مكتبي ما تحرقش عشان عليها وعليه وغطي التلفزيون جايب له ريمون كنترول يبقى حاجة الحلوات اللي بتتاكل حتة خمسة في خمسة كمجاراة للعادة شكر أطمى كده أطمى كمجاراة للعادة لأن أنا عايز أخرج برمضان بصحة صحيح أنا مش عايز أخش في المشاكل أما لو صغير سن خلاص ما راح تبقى يبقى يكل اللي هو عايز أنه بيتمطط الرابعة والأخيرة الواتبة الرابعة هي الصحور وكل المهم أن أنا أراعي في الصحور نمرة واحدة أنه يكون ذات قيمة شبعية مرتفعة يعني إيه شبعية حاجة يديني شبع لوقت طويل ودي الألياف البتاعة البقول وعشان كده جرت العادة أن الفول بيتجر في الصحور ده نمرة واحدة نمرة اتنين الألبان المتخمرة الزبادي والرايب لأن الألبان المتخمرة فيها انزيمات وفيها نوع من أنواع البكتيريا اللي تعتبر إيجابية جدا للهضم بروبيوتك وحاجات زي كده خصوصا اللاكتوباسالس نوع من أنواع البكتيريا اسمه لاكتوباسالس ده إيجابي جدا فأنا داخل بعد كده على نوم أو على يوم طويل يبقى المفروض أن أنا أهضم صح النقطة اللي بعد كده اللي بنقولها من فضلكم نشرب مية على قد ما نقدر الحاجة اللي كمان على قد ما نقدر توابل شطة مخللات ملح نخفهم قدر المستطاع في وجبة صحورة على الأهل طيب في سؤال بقى إيمان بتسأل سلام عليكم أنا أعاني من جرثومة المعدة والجوع بيشارني بألم معدتي إيه الطريقة المريحة عشان أعدر أصوم برضو في ناس كتير كويس بشرط أن استشاري البطنة يكون لا ما عندناش مشكلة من الصيام فبنقول لها أنت هتصومي بطريقة المزبوطة هنمشي على الكلام ده بس هتضيف لأكلك الطماطم المخللة متوم وكمون يا سلام دي أكل أنتيبيوتك دي حضرك طبعا توم والكمون حضرك أستاذتنا أكفى أنوع أنتيبيوتك على الإطلاق في الغذاء توم وكمون عشان كده التوم وكمون بنتبل بيه السمك لأن السمك سريع التحلل فأنا بلحقه بأكفى أنواع أنتيبيوتك التوم والكمون تعلمنا من حضرتك العفو يا فندي بالعفو إيه الأخطاء اللي هي تعتبر أخطاء جسيمة يعني ممكن الإنسان يرتكبها في حق نفسه في فترة الصيام يعني أنا خلينا أقول لحضرتك مثال أنا بشوفه بعيني الناس تدن الأدام أول حاجة فنجان القهوة دبل طبعا السجائر كده كده تدرب الصحة وبتخرب الحياة كلها لكن يعني ده بيعمل فيه إيه وإيه تاني ممكن يكون حد بيأزي نفسه بيه تماما السؤال أيضا رائع أشكر حضرتك عليه بس خليني أستبدل الموضوع القهوة والسجائر والشاي والحاجات إزاي كده بكارثة هي أصعب من الكل وهي أن جعل اليوم الرمضاني وجبة واحدة ممتدة من المغرب لحد الفجر بحيس إنه غباء لما حد يقولي أنا ما تسحرتش بحطتش ببقى لأ وجبة ممتدة حضرتك طول الوقت حاجة بتنصح بدا حضرتك ما ينفعش من أول ما الأكل يتحط ده يخلص أشيره وحط غيره ده يخلص أشيره وحط غيره خرجت من فطار دخلت في حلويات خرجت من حلويات دخلت من تسالي خرجت من تسالي دخلت في شوية عصير خرجت من شوية حاجة يعني مرار 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 كده حضرتك دي أنت بتاخدي وجبة كم فلق فضيع يا أكل يكفي حي وفي نفس الوقت أنا قاعد القاعدة عجباني قدام التليفزيون ومسلسلة بتسلم التانية وإعلام بيسلم التاني هم الفجر أقرب دي ده يفضلوش العشر ده العيوات ده يمكن ما يشربش مية كمان مشكلة مشكلة دي أكبر كارثة أني أكل وعد وده ورده 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 دي أكبر مشكلة المشكلة التانية الجميع يسمحني المصنعات كل ما هو مر على مصنع مش بتاعي أكل أو شرب احنا بطلناه شرب من شعور اسمها لما قلت علمتنا بالعافو يا فاندي هذيك الإعلانات والمشروبات المصنعة والمياه الغازية وعلم العصير والبودرة اللي ما عرفش بحط عليها مياه ساقعة بتبقى تعملي عصير طبعا دي كلها أنا عايز أقول لحضرتك إذا أنا اكتشفت أن الحاجات دي مؤزية لأنه سبقنا الله ربنا خلق الحيوانات الصغيرة بالفطرة ألاقي القطة تيجي لأي حاجة مصنعة مع عينها ممكن تكون غالية جدا تشمشن فيها حتى لو جعنا متكنيش مزبوط هي فهمة مزبوط القطة فهمت وحدة لسه الحيوانات مش تفسح الحيوانات مسترشدة صح بالفطرة عشان كده أي شيء مصنع بك عبات المرأة والحاجات اللي بتتبع بره والحب مصنعة والحب مصنعة كارثة كارثة الناس مش فهمة صحيح يبدو إن الشعار الحديثة قلت له يعني قلت في الأول أنا مين عامل لا طه حلوة يعني مع الناس وفهمين مونة مغازي بتقول طب أخبار البلح باللبن بلح باللبن محكم بالسن برضو لأنها قلت أنا مين سني قد إيه وبشتغل إزاي أنا مين طبعا محكم بالسن بس هيبقى قد إيه فدى هاكله بس قد إيه تبع أنا مين الطمر باللبن إيه غبار زي الفل ما فيش مشكلة زي الفل الطمر من أروع ما يمكن لأنه فيه معظم المعادن معادة بعض حاجات اللبن يكملها لي معادة إيه شوية كالسيوم مش مترارح فيه أو اللبن هيكمل واللبن هيكمل وفيه ألياف كبان فيه كل حاجة فيه كل حاجة وفيه مغنيسيا وفيه بوتاسيوم لا 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 حاجة عظيم جيدة حتى نتبع حسول الله عسى والسلام يعني عاش فترة على الأسوارين يعني الطمر والمية طبعا وبعدين فيه حاجة كبان يا فندم نفكر بيها نفسنا الطمر من أنواع الفواكه التي لا ترشب المبيدات لأنها متعلقة فوق في النخلة مين هيطلع لها مين هيطلع لها تحطي لها بقى لمخصبات كيميائية ولا مبيدات ولا كل إلت الأدب اللي احنا بنسمع عنه طيب فيه مصطلح بقينا بنسمع عنه بأن فترة يقولك الشخص ده عنده مقاومة إنسولان تمام وفيه واحد تاني يجي يسألك يقولك طيب أنا هشرب عصير زي الأمردين وكركبيوة وكل حلويات معمولة بستيفيا مثلا أو بسكر مفهوش سبرتام ولا حاجة بس بأنواع سكر من ده لده اسمحي لي أقول لغة رجل الشرع يا قلبي لا تحزن يا نهار عبيار طبعا السبرتام مشكلة على المخ والريعتين طب يعني الكبد ده مش قربنا ولا من أهلنا من الطوز في إما إفندم طب والستيفيا كمان طبعا أي محليات طبعا طبعا يعني الناس اللي بتعمل الحلويات والعصير بسكر بيقولك ده سكر دايت وكده مش هدخل لا مش دايت بس استيفيا دي زرعة زرعة زميلة جدا إفندم حضرتك إحنا بجلنا باودر الضف عليها مرت على تصنيع الضف عليها هي علشان تبقى لو تجلنا كده ماشي دا قصة عين في العالة دي نحلف عليه طب يعني مقاومة إنسولين مقاومة إنسولين يعني أنا جسمي بيطلع إنسولين مش بخلان علي بس أنا خلايا مش عارفة تستقبل الإنسولين ده علشان تتعمل معها طيب سؤال سريع وأخير يعني نهى رفاعي بتقول الرضاعة والسيام يا دكتور لو سمحت الرضاعة هي فرصة ذهبية لراغبات نقص الوزن أو ضبط الوزن لأن إن هي عملية إنتاج اللبن بتكلف الواحدة ألف صعر في اليوم فبيعتبر لو ضبطت أكلها لا طبعا كل ده جسمها هينزل جدا وتصوم وتشرب وتصوم ما فيش مشكلة إلا إذا كان إنتاج اللبن بيتأثر ولو المرضع عايزة تصوم وإنتاج اللبن ما يتأثرش فضلة خيرك سطل حلبة حلبة وحلوة تحنية زائد الحلوة تحنية وفجل أبيد زي الفل زي الفل فجل بجرد الحلوة تحنية ناخد واحدة قد البضاية بس الحلبة تحفى طبعا تحفى لأن فيها نوعين هرمونات صحيح بيشغدوا غدد السادر بفيها السيروجين كمان تحفى ويقولوا الأفوكادو كمان كويس كويس بس إحنا نخلينا في الحلبة قريبتنا طب دكتور ماجد طب انت بعد إذنك بقى نورنا الأسبوع اللي جاي كده وبنستعد لرمضان إن شاء الله عشان بس إيه نصيح لمشاهدين الكرام فتنورنا إن شاء الله في فقر يا ربي خالح الأسبوع اللي جاي بإذن الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا استشاري التطقيف والإعلام الغبائي شكرا جزيلا لك وهنروح لفاصل وبعد الفاصل مع شف محمود سعد وقفه ورا الكاميرا يلا ميناء مطبخ الستات أبازة الفوت بلوجر أبازة مع شيف محمود وجي معنا فقرة المطبخ ومعنا الفوت بلوجر أبازة مع شيف محمود سعد منوالنا يا أبازة أهلا سهلا أهلا سهلا أنت طبعا ما شاء الله نرحب بك الأول بل نتكلم معاك على الفوروورز بتاعتك وفيديوهاتك الحلوة أهلا سهلا بحضرتك مساء الخير طبعا مسلم على الدكتورة مونة والجميلة إيمان عيز الدين وعلى أبي يونس أحمد أبازة أحمد أبازة النهاردة منور جدا 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 في المطبخ وأعيز أقول لكم هناك قالت بييده أحلى طاج اللحمة بالبصل هنعمله دلوقتي سوى ده أستاذ ده أطلع أستاذ طبخ هنعمله دلوقتي سوى هنعمل بص وهو جس جي بدري جدا جدا ودخل لقيته جايب بقفص بصل كده وأحد يقشر فبصل ويقطع طولها هتعمل إيه هنعمل طاجن لحمة ودور على طاجن فخار عايز أقول لكم يا جماعة أن ريحة المطبخة حلوة جدا جدا وهنشوف أسراره في الطاجن الحلو النهاردة منور ده نور بجات تسلم بديك ده نور أنا متشوق جدا للأكل الحلوة مشتقين للمقادير الأول بعدين نرغيب يلا بينا يلا قولي المقادير بقى أنت من على الشاشة أنت أقولي المقادير بتاعتك اللي أنت طلبتها أول حاجة إيه لحمة إيه وإحنا معنا هنا كطعة لحمة عمتا آه كطعة لحمة ومعنا هنا بصل برضو شرايح وحبهان ده برضو التوابل في زيت وزبدة برضو موجودين هنا معنا وغير كده برضو معنا توم وجسط الطيب ومعنا حاجات تانية كثير بقى هنخش فيها مع التجربة كلها سأه هتلاقيهم برضو وبطاطس وطماطم ومرأة مية مية وشوها تعيش بقى لدي حلو الكلام مية مية أول حاجة بتعملها إيه بقى أنا أول حاجة هنا أصلا كنا جايبين شوية مية بتغيلوا كده معنا حط فيهم في الأول شوية تاخد تاخد لابس ماشي ممكن ناخد فيها في الأول لابس يا مية ده أنا أتصور أن أنت تنزل ده أنت بتطبخ بنفسك أه لا ده احنا بنعمل شغل عائل بس بنبوص حاجات كتير أنت بدأت أمتى تتعلم فكرة الطبخة أو تطبخ بنفسك يعني هو أنا والله أنا بخش المطبخ من زمان بس أنا أصلا أساسي أنا في يعني المحتوى بتاعي أصلا مش طبخة على قد ما هو أنا بنزل بجرب المطاعم أول فيديو ليك تفتكروا أيها بالضبط أنا بلف المحافظات كتير وأول فيديو أصلا لا أنا بدأ من حبة تفتكروا أول فيديو أول مرة قررت فيها تطلع على الناس على السوشال ميديا وتوريهم تهتعمل إيه؟ والله إذا كان فيديو مأسوي أنا فكر الصراحة كنا أصلا حلويات المولد تعال بقى نشوف لفة المحافظات ونشوف أبازا بيعمل إيه؟ تاكل وتعمل إيه في المحافظات واحنا النهاردة في المحافظة اللي الكورنيش بتاعها سمي أبقى أحسن كورنيش في مصر كلها وهي المينيا طبقة كوسكوسي بـ 15 جنيه بسم الله الكوارع والنخاع برضو عجبوني قوي في المشويات الريش والكفتة والسجوع الصراحة الزربي عنده كان شكلها مغرق طبقة ده بقى 30 جنيه ده طبقة وسط نص موتلا ونص سكر كبات حمص شام أو حلابسة أي أن كانت بتقولها إيه من عربية على الكورنيش تعالوا بقى نشوف اللي فتكسات اللي هم بيعملوها أو هي مش فتكسات يعني هي إيه؟ قريبة من الحاجات شوية من بتاع تسكن بيري طعم الكيري بسطرما نفسها الصراحة اللي و بسم الله بالنسبة لي هو مش محتاج كتشب هو الواحد وحد لو أنا هيرتبهم فواحد اثنين ثلاثة واحنا النهاردة في لقلوة الصعيد بني سويف يعني بصة بطير مشالتت على البيول اللي ورايه ده هو أصلا منظر كله الواحدة يفرح أكل كله جيم ولا هم نزلوا لي كذا حاجة بس أنا أكتر حاجات بالنسبة لي فضلتها الكفتة الكفتة عماتها نطعمها حتى لما كنت بروح البحر في سكندرية زمان كنت لازم يجيب فرسكة بس مع الوقت الفرسكة دي اتطورت وبقى ليها عربيات بتعمل فرسكة نفسها حتى تلحم مفروما مفرودة كده فيه American cheese فتحاس ان ده محتاج يبقى متحمص أكتر شاية بس الستريبس مع البطاطس مع الجبنة الصراح كانت عموم حلو قوي لو عندي بس تعليق بسيط كان ممكن البطاطس تحط عليها توابل شرقه أقصى مسلا ايه الحلاوة دي يا بل يعني صوته وعزاعي كده رخيم يعني كمان صوته في الفيديو حلوة على فكرة بنحاول نتعلم منكم برده بناخليش هتقول لنا بعشان الناس مشتقى للحاجات وبعدين نغريح هتعمل ايه بقى؟ في الاول احنا هنحط بس ايه؟ البصل البصل هنا هنحط فصين بصل كده حلو الكلام مع شوية فرق لورا وحبهن في الاول بنحط التوابل وبعد كده ننزل بقى عليهم باللحم ماشي يعني مش بتصدم بقى اللحمة الاول لا ده انت بتحط شوية مية تغلي بعد ده هنحط اللحمة هنا اه مية على طول مش بيصدمها على الطاس على طول كانوا بيسلقها اه احنا بنسلقها الاول وبعد كده هنديها سنة على الجريلي كاف الاخر وهنا بقى بتعمل ايه؟ كمل كمل ما تدخلش عشان ايه؟ خلينا نطعم الطعام اه احنا عايزين ندوق النهاردة ده دلتوا اهل الكلم عباطية ايه طبعا ده دلتوا جايب لي يعني بتاع خمسة كيلو بصل كده النهاردة وقال لي اهم حاجة في الوصفة دي البصل ايه بقى السر؟ احنا هنا بقى نحط شوية زبدة حلو الكلام وعلى شوية زيت اصلا ماشي لا تمام مية مية بعد كده حط عليهم شوية بصل حلو الكلام مية مية اخد البصل من هناك لا ما شاء الله قاعد يقشر البصل ده كله انت متجاول صح يا بدا اه انت اللي بتقشر البصل في المين اللي بقشر البصل للقشر وعندي ابن اصلا برضه اسمه يونس عنده سنة وثلاث شهور لسه كان عن الميلاده قريب بس يعني ايه؟ هو ما يجيش بقى هنا عشان ما يعملش ازعاج هنا في المكان لا يجي انوارنا بين الكريم ربنا يخلي حضر يطلع عشير بقى لازم يطلع عشير ده لازم هو اول من اول سنتين انا بحددله كريم من سنتين طب بوسي ابوزة انت اللي طبعا ابوزة ده اسم الشهرة بتاعك انت لفيت المحافظات كلها كل محافظة ليها لون وليها طريقة وليها اكلة هي مشهورة بيها بالضبط فاقول لي كده سريعا ايه المحافظات اللي ليها اكلات معلمة معاك اوي وتعتبر هي جزء من ثقافة المحافظة دي بس هو اصلا اللي حضرك بتقوليه ده اصلا اللي انا عايز اعمله في الفترة الجاية يعني انا عايز في الاول ابتدي بمصر ارفت المحافظات كلها واشوف ايه افتر الاكلات المميزة في المحافظات وتاني حاجة احاول الاف حوني العالم دي سياحة بقى يعني هو جزء ارضاء نفس عشان انا بحب بالصراحة اجرب اكلات جديدة وبحب اشوف كل اه بتاعك كل مكان هي بتبقى عبارة عن ايه يعني برضو بالضبط وغير كده انا مثلا من الحاجات المميزة اللي انا اتجربتها مثلا في المحافظات وفي المدن كان مثلا حواوشي العزيزية حواوشي العزيزية ده من الحاجات الجميلة الصراحة كان لبالك عشان فيه حواوشي الصنافين اه يعني عزيزية وصنافين عشان الشرقه ما يزعلوش يعني انت بتبدأ يومك من الفجر وتصلي وتنزل وتسمي الله وتدوق والحاجات الخلوة وشفناها دي لا هو انا فيه ايام يعني انا اكيد برضو ما بيبقاش كل الاكل على الشاشة ده لأ انا سعد كتير بنزل مثلا وبروح بروح مثلا لو لا انا بالاكل الطبيعي العادي اللي احنا بناكله كل يوم اللي هو اكل عادي باكل الخضار وفاكه برضو عشان اريزا ما بينل اتنين وفي اليوم مثلا بننزل اصور محل او بجمع مثلا في اخر الاسبوع بصور كل المحلات اللي عايز صورها وبتدي نزع على مدار الاسبوع عشان برضو كيب كونسيستر وقال حاجة صح جدا عشان كده هو بحافظ على اليقت وبردو اه يعني بياكل فاكهة والخضار اه فاكهة والخضار ويدوق برضو اه على قد ما عدو حاصل الموقف قبل كده روحت في المحلة وحاسيت ان الاكل مش قد كده واني الموقف محرج مش هالك تعمل ايه كتير كتير اوي اتصرفت ازاي لا والله انا يعني لو انا مكلم المكان نفسه بعتذلهم وبمشي ولو المكان مثلا يعني انا ماشي برول كده من اول ما بدأت ان هو لو مكان لسه بادئ وانا روحت جرفت اه في الاول ما كنتش بنازل بس بعد كيهة جات لي فكرة الصراحة يعني مكاوسة برضو من حد من السوشال ميديا برضو ان انا عامل سلسلة اسمها محلات مجهولة السلسلة دي مين لي انا بنزل بجرة فيها المحلة ولو هو لو عجبك بتساعدهم يبتدوا حياتهم بشكل كويس ولو هو ما عجبنيش لكن الامانة مهمة جدا عندك والسطر يعني خلينا نتلع قصر ونلجع بقى مع اه اه بايز اه موسيقى موسيقى عمله يقولك؟ اعمال يقولك Però الستات لا يعرفوا ايقذبه هو بيقنع نفسه همما مبيعرفوش ايجدوا همما تماما اكيد وكنسا مكملين معاكم انا مش عايز ارجع اتخانق في البيت شاح محمود واحلى طاجن في الدنيا ان شاء الله احنا دلوقتي بقى استنينا البصل لغاية متكرمل خالص حطينا بس عليه زعتر وفصينتهم وشوية ملحة وفلفل كده ونأتي بقى نحضر الطاجن نفسه انا منحط كيه في الاول تحت شوية بطاطس نرش كيه نفرش ايه فرشة بطاطس كيه بس في الاول وبعد كيه ناخد كبشتين من البصل يا سلام عالمزيكة انت موافق محمود يا سلام ده موضوع كبير قولك دقائد حوالي ساعتين يقشر في البصل ويبطع فيه ايوه واضح ان النجمة في الطاجن ده هو البصل اه تقريبا البصل قد اللحمة او اكتر لا هو اصلا بيبقى اكتر من اللحمة اكتر من اللحمة هو اصلا ميزة كمان في الطبق ده ان هو او في الطاجن ده ان هو البصل كده بينزل مع اللحمة وبعد لما كان بيخش الفورن فهو اللحمة بتشرب من الكرملك فيه مستيكا ولا مفيش بالموضوع؟ لا ما فيه وش ده مستيكا فيه عمير فيه زعفر برضو زعفر وطوم جس تطيب بتاعت محمود فيه جس تطيب على فكرة فيه جس يلا بس احنا لا هنبتدي دلوقتي نحط اللحمة نفرش بقى اللحمة على البصل وبعد كده نبتدي بعدين انت سيبت دا قد دقيقة عشان يبقى كده انا سيبت دا من خمسين لاربعين دقيقة عشان خطر يوصل موحدة كل اصلا ما تسيبه اكتر كل موحدة كرمل اكتر ده بقى موضوع جامد اممم تعال انا نفترض حاجة يا ابوزة نفترض ان احنا نسلقناش اللحمة وحطناها في الطاجن ومع مرقة مع الكلام ده كله سيبنا كله يستوي مع بعض تثبت ولا تشد تاخدوها تطويل شوية تاخدوها تطويل صحيح تاخدوها تطويل احنا احنا بنسلقها الاول عشان خاطر نختصر برضو وبعدين احنا بنسلقها تقريبا ساعة برضو انت بقى زي الزبدة عشان تدوب كده خالص وبعد ما حطيت كده يعني اللحمة دخلة جوه البصل مع البصل والبصل خد زعتر وملح وفلفل ووسط طيب زعتر وملح وطوم وفلفل وكل حاجة موضوع جميل انا احضر لكم ايش بلدي ونخللها هي مش عايزة نخلل بصراحة طاجر جميل بعد كده ايه وممكن نعمله في رمضان في اول يوم في عزوما والحلق هايزين مكسر التابوهات بقى يعني لازم البط اول يوم ممكن انا بيحاجات تانية على فكرة عائلة وبعدين اه بس هل ما لازم بس هل ما لازم هاي استنى بتحطش المرأة دلوقتي ماشي ايوة كده بس ممكن بقى دلوقتي نروح حطين المرأة اللي اللحمة لحد يقاني مستوى هنقول لكم هنطلع فاصل كده ونرجع تاني مع شاف محمود وابازا يلا بينا لسه مكملين حلقتنا احنا وشاف محمود سعد وابازا والتاجن والتاجن يا جماعة ايه احنا خلصنا الطاجن وحطينا في الاخذ الرشة بتاعت الزعتر تعالى بقى نرسل عبين الفور زعتر اخضر لا اخضر اخضر وحطينا جسط الطيبة حيات كده مع البطاطس اللي تحت بقى مع البطاطس استويت مع المرأة يا لهوي بص الموضوع جامد قوي انا عايز اعمله انا عايز اعمله مشكلة مين هاي هنلفه هنلفه احنا ماشيين ايه خلاص انا بقى خبرت البصل ايوه ها يلا دا هيتكل بالعيش والا بالرز يا شيف محمود بص هو ابازا ايه بص شوف انت تعمل ايه بقى ابازا وشكل الطاجن من جوه ابازا دا عايز ولا رز دا هاتكل بالعيش اوه دا يتكل بالعيش والبصل والتوم زي ما قال دكتور مكدي مضادة. باللحمة بالبصل بكل حاجة. مضادة حاجة. هرقب بيض. هرقب بيض على الموضوع. موضوع كبير اهو يا جماعة. وابازا متوصل يا بلدين حيث اللحمة كبيرة. ناخد حتة صغيرة كده. اه. عايزين لدوق ونسأسأ كده في الموضوع الكبير. وبسم الله. طيب ان البصل ده عايش او الله بالنسبة. طبعا اه عايز جمال ده. مع المام محمود يبلع ويعرف يكلم بنشكره كده نجي نشكرك يا بازا. شكرا نشيف محمود. نورتنا وشكركتنا. نورت جدا. نورت جدا. شرفت بيك. تسلم ايديك. ايمن. شكرا يا مونمون. بعد الحلقة بقى انخلصوا. ننصحوا كل. دلوقتي. شكرا يا بازا تسلم ايدك. شكرا شكرا يا حمود تسلم ايدك. شكرا يا مونمون. شكرا كل حوايبنا اللي شاهفونا في حلقة النهاردة. ستات معرفوش يجدبوا. بكرا ان شاء الله حلقة جديدة. يوم هادي ونادي يا رب. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة